كتلة هوائية شديدة البرودة وزخات من الثلوج منتصف الأسبوع وارتفاع للحرارة مع نهاية الأسبوع التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب خلال الأسبوع الحالي يتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة في عدة أيام من بداية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع ستعمل هذه الكتلة الهوائية الباردة عن الخفاظ شديد على درجات الحرارة تشكل الانجماد والسقيع وأيضا هطور بعض زخات من الثلوج في بعض الأيام لكن مع نهاية الأسبوع تتراجع تأثيرت هذه الكتلة الهوائية الباردة وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ومتسارع نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية اليوم الأحد حيث تسود أجواء باردة بشكل عام فرصة لزخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى فيما تستمر الأجواء مشمسة في المنطقة الجنوبية والشرقية مع تشكل السقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق واسعة من المملكة يوم الاثنين تتراجع قليلا هذه الهطولات المطارية لكن تنخف الدرجات الحرارة بشكل إضافي تكون أقل بكثير من معدلاتي المثلي هذا الوقت من العام هناك فرصة لبعض الزخات المطارية في المنطقة الشمالية ما ساعات ما بعد الظهيرة أجواء غائمة جزئية في المنطقة الوسطى لكن تتفرق بعض الهيوم في المنطقة الجنوبية والشرقية لكن اعتبارا من ليلة الاثنين على ثلاثاء تتسرب رياح أكثر برودة نحو المنطقة تنخفض على إثلاء درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الفرصة واردة له طول زخات ثلجية في العديد من مناطق المملكة يوم الثلاثاء مع تأثر المملكة خلال يوم الثلاثاء تحديدا بالجزء الأبرد من هذه الكتلة الهوائية الباردة درجات الحرارة تواصل انخفاضها بشكل كبير درجات حرارة قارسة البرودة في المنطقة الشمالية سبعة إلى درجتين في المنطقة الوسطى من في العاصمة عمان تسجل ثلاثة درجات إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر المنطقة الجنوبية أيضا أجواء قارسة البرودة درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر وبالتالي هناك فرصة يطول زخات ثلجية في العديد من مناطق المملكة تشمل المدن الرئيسية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء لكن هذه الهوطوات تكون متقطعة الطابع المنطقة الجنوبية أيضا تشهد أجواء باردة بشكل عام فرصة زخات من الأمطار في المنطقة في البادية الجنوبية تحديدا وأيضا زخات من الأمطار في المنطقة الشرقية مع أجواء قارسة البرودة يوم الأربعة بإذن الله تتراجع الهوطولات أو تأثيرات هذه الهوطولات في العديد من مناطق المملكة ترتفع قليلا درجة الحرارة لكن تستمر الأجواء قارسة البرودة المنطقة الشمالية تكون مبين الحداش خلال ساعة النهار وأما ليلا تنخفض لأربع درجات مئوية أما بها المنطقة الوسطى سبعة إلى درجة المنطقة الجنوبية تستمر الأجواء قارسة البرودة مع تشكل استقيع وللجمات خاصة في المرتفعات الجبلية العالية ثلاثة إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر تستقر الأجواء في المنطقة الجنوبية والشرقية لكن تكون درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يوم الخميس تنتهي تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة تستقر الأجواء ترتفع درجة الحرارة قليلا لكن تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام أما يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة لتكون أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن يستمر الطقس نوعا ما بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية لكن يكون لطيف إلى ماء اللدفء في مناطق الأغوار البحر الميت والعقبة مع فرصة محدودة لبعض الهطولات المطرية في أقصى شمال المملكة وبالتالي وبالمختصر بداية الأسبوع ستكون باردة تشتد هذه البوردة في منتصف الأسبوع مع فرصة لهطول زخات من الثلوج وتتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة وترتفع درجة الحرارة مع نهاية الأسبوع إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو